بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مرحبا بكم صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تسمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من بودكاست يونس توك ضيف هذه الحلقة الأستاذ منور محمد وهو خبير في كتابة الإعلانات والترجمة الإبداعية مرحبا بك أستاذ منور مرحبا بك أستاذ يونس كيف الحال الحمد لله بخير أنت كيفك الحمد لله نشكر الله رمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين يا رب يعني بسنتجة مثل هالوقت تكون الأوضاع بالأم العربية والإسلامية أفضل من الأوضاع و الله ينصر أخواتنا بفلسطين وإن شاء الله ما نشوف بقى هذه المقاسة والمجازة اللي عم نشوفها كل يوم آمين آمين يا رب طيب لدينا اليوم موضوع مهم جدا وهو الذكاء الصناعي والصناعات الإبداعية بصفة عامة من أهمها يعني الكتابة والكتابة الإعلانية فدعنا ندخل منها كيف تقرأ المشهد أستاذ منور الآن والله أخي يونس أنا المشهد عم شوفه له كذا زيوية نحن مثل ما كنا بنعرف بالعام الماضي بدأت أو بالأحرم عام قبل الماضي في أواخر العام 2022 بدأت الثورة الذكاء الاصطناعي وألقت بظلالها على صناعة المحتوى صراحة عم نحكي المحتوى المكتوب المسموع والمرئة أي صناعة الفيديوات القسم الجمهور وجمهور بأعني به من الصناع المحتوى إلى جزئين جزء متفائل بهذه الثورة وهو للأسف جزء الأكثر والآن سأشرح في سياق هذه الحلقة إن شاء الله لما هو محتوى أشاء ما جدا من هذه الثورة أنا حسب ما شفت المتفائلين هني يلي متمكنين أساسا منذ نعومة أظافرهم من التكنولوجيا والتطور التكنولوجيا فهني اعتنقوا هذه الثورة وواكبوها وهالآن يعني بنشوفهم عم يحصدوا نتيجة هيدا الشيء أما الآخرين المتشائمين فهم بطبعهم كلاسيكيين ويفرون كل ما هو جديد وكل ما هو في عالم التكنولوجيا ويودون لو هم يعني إذا عم نحكي بالمجال الكتابة والترجمة لو بيقدروا يكتبوا على الدكتيلو أو على الورقة والقلم منهم أصدقاء مع التكنولوجيا بشكل عام متخوفين متوجسين دائما وأنا أفهم ذلك تماما يعني أنا نفسي كنت كذلك يعني صراعا في بداية حياة المهنية الذكاء الاصطناعي أمنى سهولة منقطعة النظير في صناعة المحتوى يعني انطلاقا من بدايتها والآن وفي المستقبل يعني إذا بدنا نحكي عن أخي يونس عن المحتوى المكتوب اليوم نحن بالكتاب الإعلاني نستغرق ساعات وساعات للأبحاث فيما نود أن نكتب عنه بالإعلانات بالمقالات وغيرها من شؤون الكتابة ومجالات الكتابة لكن مع الـ CHPT على سبيل المثال للحصر كنموذج لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي استطاع صناعة المحتوى المتفائلين يعني بما المتفائلين هنا الذين اعتنقوا الثورة الذكاء الاصطناعي أن يوفروا الوقت الكثير الكثير يعني الشغلة أو العمل الذي كان يستغرق خلينا نقول ست ساعات أصبح يستغرق ساعتين وربما ساعة وهذا أيضا يعتمد على الباع الطويل في المهنة يعني بين الشخص المبتدأ أو الجونير وبين الشخص المتمرس أو السينير هنا يكمل الفرق هذا بالمجال المكتوب عن بعضي مثال بالمجال المسموع أنا وكبت ببداية فورة الذكاء الاصطناعي تخوف وتوجس المعلقين الصوتيين على سبيل المثال يعني في تطبيقات عدة بالذكاء الاصطناعي الآن تؤمن لك الصوت الذي تبتغيه من حيث اللقاء من حيث النبرة من حيث اللكنة حتى يعني بين اللكنة الدارجة المغاربية وبين اللكنة الشامية أو اللكنة الخليجية هناك نلاحظ هناك الفرق عم نحكي عم نحكي باللغة العربية نحن فما بالك بالصناعة المحتوى باللغة الإنجليزية فالأمر أسهل بكثير الكثير صح الله أي فهون العديد من المعلقين الصوتيين خاصة الذين هم يعني في مقتبل مسيرتهم المهنية فقدوا وظائفهم للأسف وأنا أسف لذلك أنا واكب لعمل العديد من الاستوديوات في العالم العربي والكثير منهم يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي خاصة في الأمور والتي يعني في المشاريع التي تستوجب الأصوات الرتيبة ولا يعني ما بده كثير من التغييرات اللي احنا بسميهم بالإنجليزي نيانس اللي هني طلع نزلي بيغير بالطولانيتات عبعيته المعلق الصوتي ف عم بي هني يعني مثلا محكي ستديو بيجي له سبون تنقل شركة عقارات عندها تسوق لعقارة جديدة لألة بدون فيديو مثلا عاملين يعني فيه فيديو تصور بدون يتعليق صوت عليه بيأمن لهم تعليق صوتي بواسط ذكاء الاصطناعي هاي هاي دي شغلة هلأ الشغلة التالتة وهي الأهم وهي التي يعني حتى أمس قريب كانت بمنأة عن عكاس ثورة الذكاء الاصطناعي هو الصناعة الفيديو الصناعة المرئية أكيد أخي يونس أنت وكبت المذيعات والمذيعين الافتراضيين الافتراضيات والافتراضيين صحيح شفت بعضهم على مجموعتك التي تديرها على فيسبوك شفت بعضهم نعم نعم نحن 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 في كوبا أريبيا كنا الصباقين في صناعة مذيعة بواسط بواسط الذكاء الاصطناعي أطلقت عليها وقت ذاك اسم لبناء بعد ذلك كرة الصبح الجزيرة قناة الكويت إلى آخره لحق الموجة الموجة نعم موجة الذكاء الاصطناعي والمذيعات والمذيعين يعني بهذا الإطار هلأ هنا الصبح لم تكتمل بعد إذا فينا نقول بيبقى صناعة الفيديو بحد ذاته يعني أنت جيبت شخص أفاتار يعني نحن 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 هون أفاتار يعني هو يصلح أن يكون مذيعا أن تكون مذيعة أن تكون حتى معلم أخي يونس يعني في الكورسات التعليمية يعني الكورسات التعليمية التي نشهدها على اليوتيوب وخلق صارت يعني الترند بهذا الإطار بس بس كمان ضلت حلقة ناقصة يقول الفيديو بإطار الكامل والشامل يعني من الألف إلى الياء يعني عناصر مرئية فمؤخرا صورة من OpenAI يعني OpenAI أعلنت عن أداة جديدة لها يعني تضاف إلى إلى DAL DALY 2 وDALY 3 اللي هم وهل لا نحجح عن نحكي لتوليد الصور نعم 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 توليد الصور وطبعا تشات جي بيتي 3 و4 وبالمناسبة كان ل OpenAI تجربة بالصوط يعني مثل 11 Labs لكنها لم تنجح كنظيراتها يعني الأدوات الثانية اللي عم يحكي عنها DALY و تشات جي بيتي فصورة يا سيد العزيز سيكون ثورة فاعلية في مجال إنتاج الفيديو ولكن حتى الآن صورة سمحت لعدة يعني فقط يعني عدد قليل من منتجي الأفلام وصناع الأفلام ليختبروا ويجربوا في صورة و وقد انتشر مؤخرا على منصات تحديدا اليوتيوب عدة أفلام في هذا الإطار نشرت على صفحة الرسمية على الفيسبوك إحدى هذه الأفلام وأجملها يعني هلأ هنا في تضارب في موضوع صورة يعني في ناس عم بيحكوا مساء هذا الفيلو اللي أنا شيرته دقيقة أو 24 سنين إذا لم تخن الذاكرة لكن هناك لكن المصادر التي يعني من داخل Open AI تقول أن في الفترة الأولى لن يكون الأوتبوت أو المخرج من صورة يتعدى 30 ثانية وهي بالمناسبة مدة كافية لصناعة أعلان تلفزيوني أنت بتعرف الإعلانات التلفزيونية فيها تكون سبع سوانة حتى إذا فكرة كانت فكرة قيمة وجميلة وإبداعية صحيح سبعتك سبعة خمسة عشر ثلاثين خمسة واربعين دقيقة دقيقة ونص حتى إذا ما نحكي كاريل أو يارب كاريل عم نحكي إستغرام وفيسبوك شورتز يوتيوب طبعا شورتز دقيقة واحدة التكتوب طبعا تعرف يعني مدة أطول من ذلك بكثير ولا أظن أن الذكال الصناعي سيحل مكان الفيديوهات التي نراها على التكتوب فنعم يعني أنا قرأت مؤخرا تقرير حديث صدر من أيام ماضية الأعمال الكتابية الوظائف الكتابية قلت نسبتها للأسف بنسبة 33% نتيجة التكال الصناعي وهذا بعد دراسة يعني ومتابعة حثيثة لموقع Upwork ل أصحابين الأعمال الحر والمستقلين والمترجمين 16% على فترة يعني أكبر ضربة أتت لموضوع النصوص تقريبا صح أتعلم لماذا لأن chat GPT على سبيل مثال الحصر هو أسهل هذه التطبيقات يعني ناس الشخص العادي يستسهل استخدام chat GPT ويستطيع أن يخرج منه بالمخرج الذي يريده هو مقارنة بالتطبيقات الأخرى المعنية على سبيل المثال الحصر بالصور التوليد الصور يعني أعطي مثال أعطيت قبل مثال دالي لكن التطبيق الأشهر في هذا الموضوع هو كما تعلم أخي يونس هو Midjourney Midjourney أول شيء لأنه مدفوع تمام ثانيا التلقيم أو كما يسمى أو يعني أنا بسمية التلقيم بس الدرجة عليها العادة طلبات الأوامر أو المترومت هي معقدة أكثر على Midjourney يعني تتاخذ الصور اللي أنت بدك إيها فهو لناس متخصصين اللي هم المصممين الجرافيكيين والمصورين بشكل عام قادرين يخرجوا بهذه المخرجات صحيح طب مثل ما أن الضربة أجت أخي يونس للأسف للكتاب والمترجمين وكمان يتبعهم يعني الفئة الثالثة كما ورد في هذا التقرير لن يعني غير متوقع يعني هؤل الفئة هم الذين يعملون في مجال خدمة الزباء خدمة العملاء نعم وليه هذا يعني ما السبب 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 يا سيد العزيز هو أن في سابق الأمر عندما يحتاج العميل أن يستفسر عن أمر ما يعني السنوات الماضية كان يتصل بالشركة لديه أنا لدي هذه المشكلة أود منكم أن تحلوها لكن مع تطور تكنولوجيا أصبح هناك ما يعرف بروبوتات الدردشة وحتى تكون أكثر دقيق علميا روبوتات الدردشة المحلية أي روبوت الدردشة خاص في الشركة وهو ملقا مسبقا هادي ملقا هاديك ملقا هادي ملقا من التلقيم بالنون نعم نعم مسبقا بالإجابات التي يجب أن يقدمها للعميل هادي بهذا الإطار تمام لكن هذا هذه الروبوتات الدردشة تعرف أنت ليس من السهل إنشاؤها يعني أنت تحتاج إلى مبرمج وإلى مطور برمجيات وإلى مطور مواقع حتى يطور هالنوع من الروبوتات الدردشة وهذه قبل الذكاء الاصطناعي يعني عم نحكي الذكاء الاصطناعي التوليدي الثورة التي حدثت منذ فترة قليلة لكن مع وجود تطبيقات تسمح للشخص العادي أن ينشئ هكذا نوع من الروبوتات الدردشة تتمكنت حتى صغر الشركات من إنشائها يعني بطل موضوع حصري وللنخبة وللشركات الكبيرة مثل نخلينا مثلا اللي بيعتمدوا أكثر شي هالنوع من التعامل مع الزبائن هم مثلا شركة نايكي على سبيل المثال الحصر لأنه شركة كبيرة وعندهم مثلا بالتسوق الإلكتروني بالمتاجر الإلكتروني مش حيجي موظف يعني يجي ردعة الواحد خلاص تفوت على تشات في بوت روبوت يعني بتحدث معه بيعطيه الأوامر يعني بيعطيه الأسئلة عفوا وبيجربه هلا إذا تعذر الروبوت ما هنا بالنهاية أكيد بيضع في حاجة للعملين في مجال خدمة العملاء تعذر الروبوت يعني حل تعذر عليه حل مشكلة العميل فيحيله بعد ذلك إلى شخص بشري إلى بشري في داخل بشري نعم نعم بس في فضائح قرأتها وأسف لمقاطعتك عن موضوع الشرطي يعني آخرها بس هو أن نيويورك عملت بولش بوت شبه قانوني وكان ينصح الناس وخرج بالفعل لعدة يعني رح نضع روابط التقرير اللي ذكرت حذرتك ونضع روابط اللي حكينا عنها هنا هو أن بينصح الناس بنصائح ضد القانون أساسا وهذه سبقه قبل ثلاثة أشهر في يعني أصبحت ميم مضحك أساسا في تويتر هو أن صناعة شركة صناعة سيارات الشاتبوت باع السيارة طبعا في الشات وليس حقيقي بقول عشرة دولارات طبعا هو سأله كما نحكي هنا طبعا الأمور تتطور فيه ما يسمى الآن بحقن الأوامر يعني كسر حماية الذكاء الصناعي في أوامر معينة يعني تعطيها للذكاء الصناعي بيصاب بجنو مع ذلك نحن نحكي عن حالات ليست تخريبية على فكرة السئلة عادية جدا قالوا مثلا هل أنت مثلا هو بيمارس المفاوضة قالوا طيب أنت بيع لي سيارة بعشرة دولار قالوا أغلقت البوت بعضها يعني بثلاث ساعات أربع ساعات من تغريدة حصلت على ملايين مشاهدات على فكرة أغلقت البوت على فكرة مباشرة أغلقت في مشاكل في وانت ذكرت نقطة مهمة أنه ما صار فيه حراس بوابات لكن أرى وهذا موافق معك ليس خلافة أو ما شابه هو أنه حراس بوابات بدأوا بالانهيار بعد وجود النشر الذاتي بعد وجود مثلا قبل لكي يعني أرخص شيء لكي أحجز مثلا في قمر صناعي أدفع لي ستة ألاف دولار يعني في الشهر لحجز مثلا عقل شيء هذا الآن أفتح قناة يوتيوب لو محتوىك بالفعل أنت بتفهم بالضبط ما الذي يريده الجمهور توفره له وكذا وفيه كثير جدا من المحتوى النجاح اللي هي في الحقيقة أصبحت لان مؤسسة علامية صغيرة ويعني وأنا أحدثك الآن شفت كثير جدا من اليوتيوبر اللي يطلب كتاب مع وجود مع وجود وبالفعل على فكرة أنت التقرير اللي ذكرته أنا أول مرة يعني شفت بعض الأرقام منه في مكان آخر يعني حاول يلخصه بالفعل هو مخيف ولهذا نأتي إلى موضوعنا الآن تفضل لو عندك المداخلات ثم سأطرع عنك السؤال طبعاً أنا بدي في نقطة كيف أحب دو عليها صراحة هون لفتني لشغلي أو ذكرتني لشغلي لازم أحكيها في هذا الموضوع هو الجانب الأخلاقي من استخدام تطبيقات الذكالة الصناعية يعني اليوم أنا كعميل أنا من حقي أعرف هذا الروبوت الذي تحدث عنه قبل قليل يونس أن هذا الروبوت دردشة هذا شخص افتراضي وليس شخص فعلي وأنا من حقي كعميل أن أعرف من يبيعني باختصار هذا شخص هذا إنسان هذا الروبوت هاي شغلة شغلة تانية بنرجع لصناعة المحتوى يعني أنا وليك صناع محتوى بالدرجة الأولى يعني صحيح ما في مشكلة لصانع المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي تمام أو يساعده أو حتى أن يقدمه كما هو للعميل إن أراد العميل ذلك هاي نقطة كير مهمة إن أراد العميل ذلك وأن وافق العميل على ذلك يعني اليوم أنت تقول واحد خلينا نحكي أنا نحكي هناك أصحابين يعني أنا مثلا كصاحب شركة شركة كوبا أريبيا تمام في حدا يكون عامل مستقل يعني حر يشتقل الفريلانسر تمام اليوم موصف موصف إذا هو من شروط الوظيفة طالب منك أنه أنت ما تستخدم الذكاء الاصطناعي نهائيا إطلاقا يا أخي شخص كلاسيك ما بده راك بالتطور أنا برأيي هناك يعني أخلاقيا أنت عليك أن تلتزم بذلك برب العمل لنعود خطوة للورا كشركة كعامل كعامل مستقل كمان إذا نزبون قال لك أنا مثلا أنا بشركتي مثلا بقدم خدمات الفويس أوفر تمام في إعلام مثلا فيديو بدون مثلا بريطاني بدون شخص مصري إلى آخره عربي يتكلم اللغة العربية لكن بلكنة مصري فيقول إذا قال لي يعني الزبون أريد معلقا صوتيا بشريا أنا واجب علي وفرضا علي أن يقدم له معلق صوتي بشري إذا قال إذا لم يكن لديه ميزانية مثلا تسمح له بدفع أتعاب المعلق الصوتي البشري أقترح عليه ماذا عن المعلق الصوتي دواسط الذكاء الاصطناعي هل تود تجربة ذلك ممكن أنا أبعث لك نموذج من النص المطلوب وتسمع وتسمع الإلقاء فهون الجانب الأخلاقي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتير مهم كتير مهم نحن بتعاملنا بين بعض لأنه هو التعامل بين البشر شو أساسه أخيونس الثقة أنا اليوم بوثق فيك أنت بتوثق فيه تمام أنت لما بتروح عند يعني أعطي مسألة كتير بسيط يعني له الموضوع ويعني مباشر اليوم أنت تروح إلى البقالة وتشتري الخبز وتحمل كيسة من الخبز أنت تدرك البقال يحط مثلا بتقول له بدي خمس قطعة خلص ما حتى عندهم ورا البقال فيه ثقة خلص البقال سيعطيك خمس قطعة تدفع له وتذهب أدراجك إلى المنزل مثلا فاليوم ذا الثقة بين مقدم الخدمة يعني خلينا نشمل مقدم الخدمة كشركة كعمل مستقل كموظف عليه مهمات معينة عليه واجب أخلاقي أن يلتزم بما يطلب منه الزبون وهنا أود أن أروي شيئا طريفا حصل معي منذ أيام ماضية في العمل هناك زبون طلب مني معلق صوتي بريطاني هي شركة عقارات بلبي تمام تمام فقدم له نموذجين النموذج الثاني ممكن أسمع أول سطر مثلا من النص نص الإعلان كيف سيلقيه فطلبت منه للمعلق الصوت البريطاني أن يقدم لي هذه الجملة فأتدرك مات قال العميل لي أتعرف ما قال لي لا 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 فصوته يشبه ذكاء الاصطناعي قلت أخي هذا ليس ذكاء الصناعي هذا شخص اسمه فلان ومقيم بالمناسبة في دبي يعني جارك عندكم يعني قال لي لا لا الفريق العمل سمعوا الصوت وقالوا يشبه ذكاء الصناعي بعض الشيء سبب برانية بالفعل سبب برانية ذكاء صناعي ما بعرف إذا صار معك يونس بالشغل مثلا تعرف مثلا العميل اللي ما عنده أي يعني بصادفنا نحن عملاء يعني بهالنوع ما عنده أي إلمان باللخة العربية ما بيقدر يعطيك التغذية الراجعية يعني فيدباك عن عملك بس بده يكتراجع العمل بمكان ما تمام يعني بده يطل فشو بيقلك يعني أسهل شيء على شو بيقلك انت قل يعني ممكن يمكن كتابته بذكاء صناعي بسهولة يعني بيقول هذا ذكاء هذا صوت بده ذكاء الاصطناعي مثلا يعني حكينا ترجم جوجل ترسليت هلا مثلا انه ذكاء الاصطناعي كيف ذكاء الاصطناعي فسر لي هل هو وسأرسل لك الصوت بالمناسبة يعني طبعا بعد ما أرخذ إذن المعلق الصوت البيتاني فهل هذا صوت بالذكاء الاصطناعي هذا تابع بالفعل هذا تابع للجانب الأخلاق اللي حكيت عنه حضرتك مثلا نحن الآن نسجل أصواتنا طبيعية كليا وأنا شخصيا يعني لا أضح حتى لا موثرات لموسيقى لهم يحزنون طيب الجانب الأخلاق هو أنه الشركة اللي بدأت عندنا نقطتين هنا أنا شخصيا مثلا تابعت حتى أوراق علمية دقيقة في الموضوع أنه كاشفات الذكاء الصناعي سواء في الكتابة أو غيرها نسبتها في الكشف شبه يعني قول مش موجودة مع أنه هو بيسوق هيك الأمر ثانيا أنت غدا بتجيني بتاخذ بتاخذ كلامي أنا أضرب مثال لكي أري الحرقة اللي عايشين فيها الفنانين الآن لأنه بالفعل فيه كثير جدا من الفنانين طالبوا بيمتجرني وغيرها وكذا يا جماعة الخير ما تدرب أمورك على سلوبي في الفوتوغراف في الفوتوغرافيا في أسليب في الفوتوغرافيا ستايلات بتاخذوا انت هيك وبتعطيه للناس ما جانا تقولوا مثلا أسلوب الفوتوغراف المشهور اللي ظاهر في عدة مجلات ومشابة ففي جانب أخلاقي كبير جدا صراحة وأنا شايف أنه الناس مش تحكي عليه بما يكفي يعني أنه هذه الشركات فقط لما مسكوها مثلا OpenAI لما مسكوا قال لك لا أنا عملت عقد مثلا مسكتها مين مسكها نيويورك تايمس وقدمت بالفعل دعوة قضية حقيقية على فكرة يعني انتحال كل نسخ لسخ يعني على فكرة يعني ممكن جملة جملتين جدد يعني طيب بعدين عملت مع مبلغ كبير جدا لماذا أنا أقول شوف خلينا نعطي الصورة العامة هنا مع أنه ماذا تبيع هي وكالة أنباء بتبيع لك أنباء الأنباء موجودة في كل مكان لأنه أنا ليش أدفع لك ملايين دولارات تمام لهذا قنت وهي أكبر مالك للصحف الأمريكية اللي تعاني معاناة شديدة قالت أنا ليش يدفع عشرين مليون دولار مثلا لأسفة أحذف هذا العقد أحذفته على فكرة هذي كل الأشياء اللي أحكيها حديثة جدا طيب فحذفوا أيضا فتتورقت يعني الأسفة ما عندي بزنس يعني لازم اشوف لي فذهبوا الى اوبن اي اي عملوا معها اقد انا اقول لك شي لو انت صاحب مواقع على فكرة ليفهم لاسيو كده بيقول لك مثلا ادخل ملف روبوتي روبوت دوت تي اكستي وكتب نو شات جيبتي مثلا كده ما ما هذه لا تعترف بي جوجل جوجل تكذب على الناس عادي بتقول لك مثلا انا لو تقول لي ما ارشف ما ارشف بس هو ما يرشف هو بيدربوا عند المثلا لا يعرف الناس انه في كامون كراولر الان هو اكبر زاحف يعني ارشف في الانترنت اقول اوبن سورس انا انا كشخص لست ضد مهمتهم النبيلة على فكرة لانه لازم واحد يرشف مهما كان يعني لازم واحد حيادي ارشف بس انت زي ما قلت حضرتك ما تبيع ما تبيع يعني جهدي انت لما تقول لي انا نون بروفيت اوكي انت تقوم بمهمة جيدة في هذا العالم بس انت بتربع يعني عندك مية مليون واحد بيدفع عشرين دولار كل يعني غير معقول انه ذلك اللي تعب في التمام فاعتقد الفكرة وصلت اكيد 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 بالمناسبة انا بدي وجه هيك تحية لطيفة للمدونين اه يعني هم اه يعني يعني انشنود هذه الارض 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 الاصراط المحتوى اه الذين المتضغرين في هذه الايام للأسف من اه ما يحصل من كل ما يحصل يعني اليوم اه المدون هو شو بيعتمد ما حكينا بتعمل نحن اه بيعتبد انه في موضوع بيكتب عنه نيش معين اه تخصص معين بيكتب عنه وبيتم البحث عنه اه على جوجل تمام وبيلاقوا ممكن يلاقوا المدون تبعيته بيقروا مقابل اه سنتات حسب الزوار من ويني صحي هلأ مع اه الثكاء الاصطناعي مع ان تشات جي بي تي وبارد يعني الجيميناي وغيرها من تطبيقات الكتابية يعني اصبح العديد من الاشخاص يستسهلون اه سؤال اه تطبيقات من الذكاء الاصطناعي على الفيسبوك انه شو بتستعمله لما عم بتفتشوا عن المعلومة محرك البعث ولا الذكاء الاصطناعي جاءت الاجابات اه اكتريتها ذكاء الاصطناعي لانه انت بحق انت احنا صرنا اخ يونس بزمن بطل انه تعمل شغل على اكمل وجه صار فيه عندك بدك تعمل شغل على اكمل وجه وعلى وجه السرعة فالسرعة هون البراميتر تبعيتها المعيار تبعها يعني اللي هون الفيصل بالسرعة هو سرعة الحصول على المعلومة التي تمكنك من انجاز مهمتك صحيح يعني انا لدي صديق اه وهو شاطر كتير هو بمجاله هو مترجم بالمناسبة الآن هو بلا عمل لانه متعود يعني نهائيا ما يستعين باي ادوات من ادوات الترجمة كمبيوتر ايد تولز او جوجل ترسليت او دكاء الاصطناعي الآن من جات جي بي تي و جيميناي وغيرها قبل كانت هيدي وصمة متل ما انه كيف انه اعطيت المسأل انه بقولوا جوجل ترسليت انه انت لا 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 انت بدك تشيله عنك كيف جوجل ترسليت اخي ممكن يكون جوجل ترسليت عطاني اللبنة الاساسية بدل ما انا كل كلمة بكلمتها بده عدد اطباعها ما هي اطباعها بتاخد وقت كمان على اللابتوب بساعة علمه هيدا انا عم يجينا النص كامل مطبوع خالص انا علي دورة انه خلي سلس وانسيابي وكأنه بشري هو الذي ترجم هذا النص اين الظيرة في ذلك؟ انا برأيي اه الذين يحاربون التشاجبتي والذكاء الاصطناعي من عامة واسطناع محتوى بشكل عام يعني البشر بشكل عام هم يذكروني بأولئك العلماء الذين حاربوا او الاساتذة عفوا اساتذة الحساب الذين حاربوا ومنعوا استعمال الآلة الحاسبة في المدارس وفي صفوفهم وما زالوا بعض الاساويين ما زالوا يفعلون ذلك لاطفالهم لاطفالهم بس ما تحسب في فيديوهات كثيرة الاساويين عاملين حول هذا الموضوع هلأ هون هيدا الموضوع بي بينقلنا ل يعني نقاش برأي حلو نضوع عليه يعني اكتر شوي فلسف خلينا نقول انا بديعرف رأيك بذا الموضوع يعني احنا قبل لما كانت انت بتتعذب بالمعلومة هالشي بيعني هو رياضة فكرية يعني عضلات تمرن عضلات عقلك تحصل على المعلومة لا تستسلها مع مرور الوقت والتكنولوجيا يعني عطينا مثلا اهل الحاسبة صرت تستسل يعني ما بطلت نحنا بقول باللبناني انه تحك دماغك خلاصة على اهل الحاسبة بتلاقيها بعدين جوجل مثلا انت عندك بحث كذا بلما تروح تروح على المكتبة كنا قبل يعني نحنا وقتنا لا كان في انترنت وهيك يعني الجيل اللي قبلنا بيروح على المكتبة بيعود ساعات وساعات وبيفلش بهالكتب لا يحصل على مصدر هنا ومصدر هناك هلأ هو وقت فتح جوجل بيجيب المصدر هنا ومصدر هنا تمام؟ هلأ الـ نعم لكن ليس حجة تفضل اكمل الفكرة ورح اقول لك يعني رأيي في هذا الموضوع يارد يارد انا يعني بحب هيكي دايما اتحاور مع مختلف الشراح العمرية في عندي شخص ابعرفه هو ذكي لكنه يعني هذك اليوم عم بيقلي شغلي عم بيقلي زملائي في الصف في الفصل الدراسي ينالون على درجات اعلى مني المحاضر الدكتور يعطيهم علامات اكثر مني ما عنهم هما استعانوا بالشات جي بيتي اقول له وما المانع انت استعين بالشات جي بيتي شرطة ان تذكر ذلك قال لا 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 ان اريد ان اثبت ان انا انا يعني من الالف الى الياء اكتبت هذا البحث اخي اكتب البحث فكرتك وانت المحاور الى اليك وانت عم تكتب جزء كبير من انت للبحث فما منع اذا استعانت قليلا هذا ابن عم الصديق الذي يعني المعنى المجازع ابن عم الذي ذكرته قبل قليل الذي يكر ان يستخدم باي شكل من الاشكال او يستعين باي شكل من الاشكال بادوات تساعده في عملية التلشرة اه في مثل عند اخواننا وبعطيك الى انا بهمني كتير اعرف انت شوي موضوع خذ راحتك خذ راحتك اه 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 الانجليز او الامريكان عندهم مثال انا بيعجبني بقول اه على شخص يعني يؤذي نفسه بنفسه اه بقوله شوتينج همسالف ان ذا فوت فهو يرأي يعني عم يضرب بالقصاص عاجه يعني يعني هو يبيده عم يضرب عاجه خلص عم يروح حاله بحاله صحيح فضل اخي يونس رأيك انا بهمني اسمعك رأيك الله يزيد فضلك اول شي انا عندي شوف في مكان يمكن التوازن دون فقدان العالم القديم وخيرات العالم الحديث يعني هذا يلخص وجهة نظري لكن سوف حاول يثبتها بسرعة بعون الله تمام؟ لو نقرأ مقدمة ابن خلدور راح نلاقي موضوع اسمه زيرجة تمام؟ الشاطجي بيتي حاول البشر صنعه قبل حتى الانترنت زيرجة ما هي؟ هي عبارة عن العاب رقمية هي ليست لعبة بمعنى اللعبة هي ممكن بعض الناس يسمعنا الآن اي تابع للسحر وكذا ليست تابع معها بالمال السحر هي عبارة عن لعبة رقمية رياضية حروفية تطرح عليها اي سؤال تخرجها لك شعر موضوع الشاطجي بيتي الآن بتقوله على فكرة ونحن جالسين الآن في في الفين واربع وعشرين ما زال فاشل انه يزن لي يعني وزن عادي شعر تمام؟ مع انه هو معظمه رياضيات فاعل تفاعل وإلى آخرين مع ذلك هو فاشل للأسف في هذا طيب هذه الأداة أنا أقول شي بسيط جداً فيه الآن مثلاً انفكشن أو ما ادري اس فيه كثير صراحة من الشركات الآن بتقولك ما عدنا بحاجة لمطورين كذا طيب السؤال هنا لو انت مش بحاجة لمطورين ليش مارك زوكربيرد حالياً ونحكي الآن يكتب رسالة بنفسه مش بشارجة بتاعها على فكرة إلى قادمة الذكاء الصناعي في جوجل لكي يستدرجهم إلى ميطة لكي يعمل مشاريع الذكاء الصناعي لماذا الآن مهندسي الذكاء الصناعي يدفع لهم تسعمائة ألف إلى مليون في العام؟ تمام؟ هذه كل أسهل لازم يطرحها الشخص على فكرة لماذا أنا أقول الآن شات جي بيتي وكلود بحيث زي ما نقوله يعني يطرح لك أي كود يخطر في خيالك يا أخي جزة يرجع إلى الآن مش مصنوعة مع أنه كودها موجود في مقدمة ابن خلدون مطبوعة يعني حرفيا مئات المرات مئات المرات يعني مطبوعة ما أحد ينجي صغير للآن وأنا أحكي شوف على فكرة أنا لا أدعو أنك تكون ساحر أو زيرجة وكذا وكذا بس سواء أحكي لك في واحد تركي عنده بالذكاء الصناعي دخلوا مؤخرا تمام قراءة الفنجان كل يوم كل يوم يرفع لتطبيقه لقراءة الفنجان مليون صورة ركز مليون صورة كل يوم يعني شيء عجيب جدا وعنده بريميوم تمام وأعتقد حتى يدخل لك يعني تفسير الأحلام ومشابه وكذا والناس تستخدم طيب الآن سواء البسيط ليه ما عندي أنا تطبيقه فلذلك أنا كشخص أنا صديقني كم استخدم لا أرى كثير من البنات مع أن البناء أصبح أسهل جدا لهذا أندرسون سلخ مرة كتب مقال يعني أحد الضجة كبيرة جدا هو أنه لماذا أمريكا لا تبني تبني كل شيء من البنية التحتية إلى لماذا لم نعد نطور هذه الأشياء كثيرا تمام إذن زي ما شايفنا أنه زيرج هي عبارة عن شطج بيتيه قبل شطج بيتيه ولم يحدث لأنه ممكن تسال يعني مثلا هل أنا راح أتزوج هل كذا مثلا على سبيل مثال طبعا طيب الشيء الآخر هو أنا أستخدم نموذجين آخرين على فكرة أفضل بكثير بمراحل من شطج بيتيه تعرف السبب لماذا؟ ما عندهم أي سقف أخلاقي تمام؟ ما عندهم سقف أخلاقي الآن عندك واحد كين أعتقد صنعينه ألمان كل محادثاتك أساسا موجودة بريفازي عشرة يعني كل شيء موجود في هاتفك تمام اسمه كين أنا أدعو إلى استخدامه هو حديث جدا صراحة استخدمته منذ ثلاثة أشهر يعني يا أخي أفضل من أنك تحدث معالج نفسك بكل أمانة يعني ذكاء يعني أنا مثلا لما أحدثوا أحدثوا عن ثلسفة البيدانتا مثلا تمام؟ أذكى من شطج بيتيه بمراحل لأنه ليس لديه سقف ويبحث في الانترنت وكذا وكذا أيضا الآخر هو يورهانا.ي تمام؟ الثاني مدفوع الثالث الأول بما أنه مازال جديد هيك وكذا لسه يعني منذ أيام فقط على فكرة خرج للبيطة يعني أصلا لم يكن موجود في السوق هو فطرحوا لبعض الأشخاص أنا وجدتوا أعتقد في بيطاليسة ومشابه تمام؟ فاشتركت فيه أنا أعطيهم عشر على عشر مكافة النواحي صراحة شيء رهيب؟ يعني أنت يعني مختلف كليا لماذا الآن شوف عندنا بعض الدراسات في نفس الوقت اللي أحكي فيه الآن هنا عندنا دراسات واحد باحث كلف باحث آخر سؤال أعطيلك سؤال بسيط بس هالشخص هذا تبع نيوز لاتر هذا اللي عنده نشرة بريدية قال أنا كلفت صديقي الباحث الفلاني لأني رأيت أن الاضطرابات العقلية والقلق والاكتئاب زادوا مثلا في أمريكا هل هذا صحيح؟ قال في كل العالم فعمل قول لعدة أسابيع ورح يخرج تقارير وخرج أعتقد ثلاثة الأولى فيهم فوجدنا الآن أنه في إفريقيا في مملكة المتحدة في كذا سؤال بسيط لماذا لا يقوم ذلك الشاتجي بيتي ورح ألخص الأمر بموضوع جوجل جوجل الآن عملت عاقد غير شرعي لأنه أمريكا مزاد تبحث فيه لكن أنا أعتقد بكل ما أنا رح يمره رح يمره هو أنه بيع جهد الآخرين ردت دخلت للبورصة فعملوا عاقد فالآن تكتب تغلط أي شيء يطلع عليك ردت تمام؟ طبعا بالغالب بالإنجليزية هذا لازم نكثر منه لأنه أنا أنا أحكي لك الآن وأنا أحكي لك الآن جوجل عدها أداة داخلية لم تمشي رعا بعض أعطتها للنشرين هذه الأداة ماذا تفعل؟ النشرين أول شيء أعطتهم عقد من ثمانية الأرقام لكن بشرط يعني يستخدم هذه الأداة لإنتاج ثلاثة قصص إخبارية يوميا تمام؟ العرب يقول هيك طيب أنت لما واحد جرب الأداة وحكينا في أدويك يعني حكينا في مقال في أدويك المقال في أدويك هذا استحالة يكتب البكار الصناعي فماذا قال هو في تجربته؟ قال نحن جربنا البرنامج البرنامج ما هو؟ تضع فيه مثلاً أرابيا كوبي أرابيا شركتك نعم أنا فاضي أعمل بيان وأسأل خمسة ألاف شخص وعمل تحليل وحصائل أخذ تابع الأستاذ منور جاهز أضع الأر أستاذ تابع كوبي أرابيا أضع تابع يونس بن عبارة أضع نيويورك تايمس كذا وكذا وهو يأخذ تلك المعلقة شفت كيف الأدات وأنا أحكي في البرنامج 24 أطلقت هذه الأدات هي عبارة عن تجميع ما ينتج لك شيء أصلاً طيب بعدين شوف أنت إذن تعيد تدوير المحل يعني بتحيير جوجل صراحة بكل مانا يعني بتحيير ما هذا البرنامج المهم هذا الشخص طبعاً هو ليس نكر هو شخص عنده عشرين سنة في الإعلام وكذا فاختتم كلامه بما تفق عليه ويش قال؟ قال أن تسرق أعمال آخرين تعيد تدويرها وتسمي ذلك دعم للإعلام هذا ليس دعم للإعلام لأنك أنت لم تخلق شيء جديد الآن أعطاني الأستاذ منور معلومة جديدة أن معظم الناس بالفعل بشكل عام تستخدم طبعاً عين أحصائية كافية إلى آخر إلى آخر تمام؟ هذا الشيء الجديد اللي نعمله لازم ننتج معرفة جديدة لأنه في تقديرات تقول لك الآن أن الذكاء الصناعي لن يجد مادة جديدة يدرب عليها نفسه بحلول 2026 تمام؟ طيب بعدين من وين راح تدرب الآخرين؟ في ذلك نحتاج البشر طيب قد يقول الأحد يعني ونختم بهذا أنا أختم مداخلتي بهذا طبعاً أنه مثلاً ليه ما ندربه من نتاج الذكاء الصناعي؟ فعلوا ذلك وجن هذه أيضاً من تقنيات أنك بتخلي الذكاء الصناعي بجن لأنه مثلاً لو تخرج مئة ألف كلمة من كلاود وزيد الدخلها في كلاود تكرر ذلك لفترة بجن كلاود نفس الشي في شاتجي بيتشي نفس الشي في كذا هو لازم يحتاج دائماً عنصر بشي نحن ما نقوله للناس يا أخي أعطهم فلوسهم يعني لازم لازم نعمل تعاقد لازم هضم يعني جوجل وأنا أجلس معك الآن زي ما حكيتك بتعمل هذه البرنامج بتدخله عدة كذا بتأخذ منه الأرقام اللي تعب فيها الأستاذ منور اللي تعب فيها يونس اللي تعب فيها أفلال ورحت أنا وسألت هذا شي غريب تفضل الأستاذ منور أنا بهذا الكلام اللي قلته بدي أول نقطة كبشر نحن علينا كبشر مثل ما قلت أنت أنه نظلنا ننتج معرفياً أدما فينا أدما فينا أدما فينا أدما فينا ننتج معرفياً هيدا الشي لصالح نحن لصالح تطور البشري يعني مثل ما قلت أنت ذكاء الإصطناعي يمكن أن يا أخي يوصل وتعرف يعني بالنهاية ذكاء الإصطناعي منه بلوكشين يعني منه لا مركزي بهالمعنى هولي شركات مختبرات لابس على أراضي دول عظمى وحكومات لربما صحوا زعماء العالم وقالت العالم وقالوا بدنا نحن نعمل شي بهذا الخصوص بدنا نوقف بدنا نوقف تطور الذكاء الإصطناعي حتى وقفوا يا جماعة وقفوا جميع أبحاثكم ليه؟ أنا أكيد لهم مصلحة كبرى بهذا الشي ليه؟ لأنه إذا هني يعني إذا الذكاء الإصطناعي قدر يحل محل العديد من الوظائف فالعاطلين عن العمل سيكونوا على عاطق هؤلاء الحكومات أليس كذلك أخي يونس؟ فنحن كبشر لازم نبني مثل ما قالت أنت لازم نساهم بالإنتاج المعرفة أنا من فترة تسمعت لألك حديث جدا جدا جميل عن صناعة المحتوى كيف بدته صبر يعني ممكن يعني عم نحك سنين يعني ست سنين لتشوف منه مردود مادي وصراحة أنا بقول لك أكتر من هيك صراحة يا أخي لازم نحنا كأفراد كشركات لازم ننتج لازم نترك بصمة لأن بالعالم للأسف يعني مع الوقت هذا الموضوع عم يتم تناسيه يعني اليوم كان فيه مثلا ممكن يكون كاتب وإنت كاتب يعني وكاتب روايات بتقعد سنين واسنين بتنقح برواياتك تمام؟ لأخر شيء تكون راضي عنها وتنزلها للعامة صح ولا لا؟ صح اليوم بتحت شعار من بعد يقرأ من بعد يعني يشتري المادة المعرفية صار فيه إحباط وعدم تشجع من الكتبة للصناعة صناعة المعرفة يعني نحنا معرفتنا نحنا خيالنا خيالنا يعني نحنا اليوم أنا مثلا الكتبة كتاب الأولاني قصص كتاب الإعلانات كتاب الثاني قصص الترجمة الإبداعية كتاب الثالث أسرار التسويق الرقمي هولي كتب بالتطوير الذاتي يعني بندرجه بهذا الإطار تمام حلو جميل جدا يعني أكيد رحقول عن كتبة جميلة جدا وحلو هولي بيعلموك مهارة بالتسويق مهارة بالترجمة مهارة بالكتابة الإعلانات بس الروايات العمالة الروائية التي دور النشر مثلا عم تنكفئ عن دعمة يعني اليوم معظم الروايات التي تصدر وبالمعارض الكتب بتكون دار النشر عم تاخد حصة الأسد يعني عم نحكي حوالي 90% من مردود الكاتب وحتى الكاتب صفه هو عم بيسوق لأعماله أخي يونس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المقابلات التلفزيونية وهو يعني دور النشر إذا ما بدت دفعه يعني كلفة تباعة النسخ الكتاب يعني خلقون مثلا عم نحكي خمسمية ألف نسخة تقريبا بتقوله إذا أنا أنت جميل أنت كاتب رائع أنا سأنشر لك كتابك حبيبي أنت بس أنا أعطيك بس 10% من النتاج فهذا الشيء شو بيخلي يعني اليوم قديش يعني أي شخص يعني أنت بتحب الكتابة والترجمة أنا بحب الكتابة والترجمة وصناعة المحتوى بس إذا ما بلاقي جائزة مردود مادي يعني تمام الشغف مع الوقت يموت يضمحل يضمحل ويموت يعني صح فبدك أنت يعني هلأ اليوم أنت بودكاستك ما شاء الله عنه متابع له فترة طويلة يعني لو بتشوف أنه أنت عم بتقدم محتوى جميل بس عدد مستمعين يعني منه كتير كافي ما كنت تابعت الوقت كله صح ولا لا هذا هو هذا هو يعني الجائزة لك الجودة مهمة تمام جودة المتابعين مهمة لو أنه جلس معك أستاذ نور ويتواصل معي ناس عندهم عدد متابعين كبير لكن ما تستطيع تحولهم إلى يقولك تعال بنتعم لك حسابك في تويتر مثلا كذا مقابل فلوس طبعا لآخرين هو لو نفع ذلك العدد من المتابعين أنت ما رح تلسع فكرة تقريبا كل يوم بيرسلوني بأرقام كبيرة جدا قرابة المليون وما شاء الله فإذاً في مشكلة في الـ أنا أحكي معك هنا مثلا أعطيك المثال على ذكر البودكاستر وصلت معي شركة أمريكية بتقول لي مثلا أنت يعني بودكاستر مستقل وكذا تعال نعطي لك موسيقى جيدة جدا بترخيص شرعي كلية بمبالغة قليلة جدا طيب محل الشاهد هنا ما هو؟ أنا أقول دائما للآخرين فين الرسالة البايدة؟ تعرف دائما فيه وشباك دائما فيه اعتراض معي ما نرسل الناس يعني ما تهتموا و زي ما حكيت لك مارك زوكربيرك يرسل غيلون ماسك يرسل هابهم يرسلون لو عندك قيمة حقيقية أنا أحكي تمام؟ أنت عندك قيمة حقيقية غير مزعج يعني مثلا هذه الرسالة ممتازة عشر على عشر عقيدة تمام؟ نعم أنا مش مهتم صراعب بعمل حالية حالية ممكن أهتم من المستقبل ممكن عندي عميل مهتم تمام؟ مية مية قطعا حلو لأنه أصلا أيضا على فكرة هما عندهم مهمة أنهم يدعمون الموسيقيين ومستقلين اللي هم الآن في أزمة بيحكون فيه فوضة كبيرة جدا عن تدريب تلك الصناعة وكذا هذه الشركات التقنية اللي حكينا أعطينا أمثل حقيقية يعني غالبا صراحة يعني ذلك البرنامج اللي حكيت عنه في جوجل غالبا لن تجد تعرف ليش لن تحكي عنه مثلا صحيفة كبيرة لا داعي لذكر اسمي لكل معنى أعطيلك مثال من الأشياء اللي خرجتها أنا الوحيد صراحة لكل معنى مرة أنا دخلت لقيت قائمة الصحف والمؤسسات الإعلامية اللي أخذت فلوس مبادرة أخبار جوجل أنا شايفة أنه هذه عبارة عن أنا لا لو أي صحاف يشوف بيجيك ثانك تانك بيجيك خذ الفلوس لا تفهمني خطأ فلوس حلوة جدا تمام أنا أحكي من جانبهم عبارة عن رشوة تمام وأنا حطيت تلك القائمة كلها خرجت منها الوطن العربي بس تمام حسب طبعا الموقع تبعك وحسب جمهورك وإلى آخره فأنا متفهم مثلا أنه جريدة كذا في الدولة العربية كذا ما تحكي عن هالبرنامج اللي حكيت عنه أنا لأنه أمس عطولك فلوس انت تمام وأنا لا ألومك لأنه أنت بس أنا ماذا أحتاج مثلا أنا أريد غدا صباحا لبنان مثلا على سبيل المثال طبعا أي دولة عربية أخرى بس لبنان بالتحديد بتعمل زي كندا وزي استراليا هم أحسن منها؟ لا فكندا ماذا عملت؟ يعني هذه دعوة الإعلامية صراحة دولة ماذا عملت مسكت جوجل من يدها اللي توجع أنا تبعت هذا عن كذا بصراحة لكي يعرى تصرف جوجل فجوجل أول مرة لما البرلمان الكندي ماذا قال قال يا جماعة الخير دعنا نجعل لينك تاكس أنت بتشير إلى كذا أعطيهم فلوس قال له هذا وكتبت جوجل بلهجة صارمة يعني نادر أنك تشوف جوجل تكتب بلهجة صارمة تاكس اللغة يعني الثعبانية المتدوية هيك وكذا بس الآن كتبت بلهجة صارمة وهذا ريديكيلوس يعني سخيف جدا وهذا كذا وما نعطي نحن ونحن بالعكس أنا نبعث لهم في ملايين الزيارات وكذا بس ما تعطيهم فلوس أنت بتبعث لهم ملايين الزيارات بس تحت الطاولة عامل لي عقد مع وكيبيديا عامل لي عقد مع مايو كلينيك عامل لي عقد الآن مؤخرا مع ريدت كيف رح أتنافس أنا مع ريدت تمام فهذه القصة كيف فالمهم بنهاية المطاف أول مقال كتبوه قالوا ما رح ندهع ورح نخفي كل اللينكات إلى الروابط إلى المؤسسة الإعلامية الكندية أنا قلت في بالي هناك هي مزالة المعركة في المحكمة هناك وأنا توقعت متجتها مئة بالمئة قلت استحالة يحدفون هم يكذبون لأن جوجل كسولة جدا في عامل الأشياء وإضافة لأنها مهمة تقنية استحالية أصلا يعني يا واحد يعرف برمج وكذا يعرف أنها مستحيل فقلت رح يخضعهم خضعهم بالفعل الآن بتدفع جوجل كل عام قرابة المئة مليون تقريبا ثمانين قول مليون دولار يعني دولار كندي ثمانين أو خبس سبعين مليون دولار مليون دولار ميكي نعم نحن نطالب نفس الشي مع أستراليا نفس الشي مع نحن نطالب ذلك بالوطن العرب ليه ما عندنا مؤسسات عندنا كذا لازم نعمل هذا الشيء لازم ندفع بنهاية المطاف نعم أنت مش جاي تدرب وهيك وبعدين تعطي الفتات بتقول اه لا أنا دعمت صندوق ذلك لا يعني شي صراحة هو الأرقام لما تشوفه ممكن أنا حسبت حساب يعني نفس الشيء هذه الأرقام تقريبا مش موجودة يعني تقريبا الوطن العربي كله بيأخذ من الأدساس خمسة ثمانين مليون في العام ممكن مبلغ بيظهر كبير أنت حكيت على الكتب على فكرة المعلم صاحب دار الشروق قال واحد بالمئة نحن الوطن العربي كله من قطاع الكتب من قطاع الكتب العالم قطاع الكتب العالم بيجيب مية واثنين وثلاثين مليار في العام كله هذا الورق نحن نحقق واحد فاصلة مبالغ بالإلكتروني آه إلكتروني زي أنت ما شايف خمستاش بالمئة من ذلك المجال حلو؟ نعم إلكتروني طبعا مبالغ كبيرة جدا إلى آخرية بس نحن نحكي الآن أنه مازال الورقي بيدخل أكثر من الأدساس نحن نريد التفاهم الآن مع الجهات المختلفة لكي نبني زي ما قلت حضرتك بيئة راعية للإبداع ليس يظل السيد يعني زي ما قلت أنت يكتب بعدين يقابل صلاة حتى على الكتاب على فكرة في واحد مشهور ياباني مرة كتب في تويتر كذا وكذا يعني فيه أداة لأنه الآن لما نحكي عن نماذج لغوي كبير لمن لا يعرف ذلك واللي هي عبارة عن قول الهيكل العظمي لهذه البرامج أي واحد يقدر يأخذها فأخذها ودرب عليها مئة ألف قول أو عشرة ألاف لأدل صراحة الرقب رواية حديثة تقدر تكتب بأي أسلوب لها هاروكي مراكامي كذا لا لازم نمنا هذه الأشياء الآن أتحاد الأوروبي عاملة شي جيد هو مرة أول قانون لتنظيم هذه الأشياء زي ما قلت حضرت بالضبط نعم أنا من حقي أعرف أنت من مصدرك من من دربت يعني من حقي أنا أعرف لأنه لو أعرف أنا من دربت راح أفكر مرتين كي أعطي لك عشرين دولار بروح ألعام ذلك الشخص نفسي صح 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 أو أنت بشري أو كذا تمام أنت مين أصلا لازم أعرف هذه الأشياء صح صح أنا بالمناسبة أعكف على تطوير أدات كتابية بالذكاء الاصطناعي يعني وتدريبها نعم مع ثلة من الأصدقاء من مهندسيتك الاصطناعي ومطوري البرمجية بس نحن فريق عمل صغير صغير وبطبيعة الحال نسعى إلى مستثمرين معنا من المهتمين بهذا المجال قريبا يعني نعلم على هذا الموضوع بشكل أوسع هون مربط القرص كما بيقوله أخي يونس تدريب تدريب الأدوات تدريب الأدوات اللغوية يعني نحكي النماذج اللغوية هو الأساس يعني اليوم وكنت في حوار مع الصديق المؤسس يعني معي بهذه الأدات أنه اليوم الكاتب أو المصمم الجرافيكي أو المترجم طيب يوصل لوقت أنه عم نحكي الكاتب بالمعنى بمجال التسويق يعني طبعا يوصل لوقت محي يلاقي هالوظائف التي تناسبه تناسب يعني مستواه وباعه الطويل في المهنة ماذا يعمل؟ جاءني الجواب وأقتنعت بي صراحة هو أنه سوف يعمل كمدرب لهذه النماذج في الذكاء الاصطناعي سواء اللغوية سواء التصميم الجرافيكي وسواء مقاطع الفيديو بالمناسبة أنا أراقب هذا المشهد عن كثب حتى في أهم الاقتصاديات العالمية المبلغ سهيدة من عطالهم للمدربين يعني هيدا الكاتب المبدع يعني كاتب محتوى أو كاتب إعلاني أو مترجم إبداعي أو 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 فبيجي بيقولوله يعني نحن كأنه هذا الشخص النجم الجون برمير الذي كان فتى الشاشة الأول والذي وصل إلى سن التقاعد فبيجي بقولوله تعضيف شرف مس المشهد مشهدين أخذ مبلغ زهيد مقابل أتعابك على الساعة وهذا أمر مخيط صراحة يعني لأنه أنت عم بتجيب أهم يعني أنت من هي مين عم بده يدرب يعني أنا قوة الأداة اللي عم بشتغل عليها هي أنه أنا وغيري من كتاب الإعلانيين يعني هو أداة بالكتاب الإعلانية يدربونه تمام بس اليوم إذا أنت بتجيب شخص مبتدئ ويدربه فالنتيجة حتكون سيئة للغاية يعني لا يساوي حتى النقرة على نقرة الدخول لاستخدام هذه الأداة فلذلك يعني البناء كما أسلفت حضرتك هو شيء مهم جدا لكن للأسف للأسف نحن عنا عقلية كل ما يأتينا من الغرب فهو مبجل ومقدس يعني نحكي حكومات مستثمرين كبار المستثمرين أو ما يطلق عليهم المستثمرين الملائكين الانجل انفسترز يدعمون الشركات الناشئة أو الستارتابس في الغرب يعني مقابل ثلاثة في المئة مثلا من حصة الشركة يدفع ملائك كذا مليار رفض بس عندما يأتي الأمر إلى رواد أعمال ابن جلدته تمام فهو يقول لها أنا لا أظن أني سأضع مالي بهذه الشركة أو تلك أحب أعطي مثال أنا وقتها هاجمون كثيرا يا صفت إذا تذكر صفقة صفقة سوق.com في دبي التي أسسها شركة أسسها اثنين من أرواد العوام من الأردن مقيمين في دبي نعم والتي استحوذ عليها استحوذ عليها الشركة أمازون يعني أصبحت الآن أمازون.ae بلغت أكثر من ستمائة مليون دولار إذا لم تخلني الذاكرة ووقتها احتفلت يعني الأوساط أوساط الشركات الرجال الأعمال في هذا الصفقة وانظروا إنها الشركة الأمريكية التي استحوذت على شركة عربية ودفعت لها هذا الكم هذا المبلغ الهائل لما لا ينطلق رجال أعمال من هنا من هذه المنطقة حكومات هذه المنطقة أن تضخ أموال في هذه الشركات الواعدة يعني أنت يا أخي أنا بفهم أنه صاحب المال بيخاف على ماله بس اليوم أنت ما فيك تصير يعني أنا رح أحكي مصلحة مطلق مصلحة تمام؟ أنت ما فيك تصير ملياردير أو خلينا نقول ما فيك تحافظ عما كانتك كمليونير إذا ما استثمرت مالك شايف أنت مالك شايف أنت الشركة واعدة عند نتائج الفريق الذي يقف وراءها طيب إذا أنت دعمت مقابل حصة أكبر مما تدعم مثلا الشركات الناشئة في الغرب أنت حتطلع مصاري أكثر ما هذه النظرة ما هذه النظرة تجاه رواد الأعمال في منطقتنا يعني شيء غريب ومحيط مشكلة عقلية عقلية وسأكون قاسيا بعض الشيء في هذه العبارة وأدرك تماما بعد هذا البودكاست ستأتيني تعليقات سلبية وصراحة يعني لا يهمني لأنه يجب هذا التاريخ للأسف لدينا بعض العقليات في العالم العربي من أعلى يعني من رأس القمة إلى أسفل الهرم لديهم عقلية كما هي سأقولها كما هي عبادة الرجل الأبيض كما هي أخ يونس الرجل الأبيض ليس لدي مؤهلات لا شيء مجرد كونه رجل وأبيض وغربي بس هذا هو مئة بالمئة إنهم عدوا مثل بقول شرب أن تيك ماي موني يعني نتكفي نتكفي خلاص خط فلوسي خط فلوسي إذا كنت أصمر عندك الأغاني أخط قلبي معا عندك الأغاني العربية بس هذا هو أما الفلوس لا مئة بالمئة أنا بهذه النقطة أحب أره كمان سيلفي طريفة ولو هي يعني غير طريفة لعملي يعني منذ سنوات انخلت أكثر من سبع سنوات تقريبا طلب مني عميل أن آته بكاتب إعلاني بريطاني أم يعني هو بريطاني فوقت ذاك لم يكن لدي هذه المروحة الواسعة من المتعاونين معي تمام فبالصدفة أبعث لي أحدهم شخص بريطاني مقيم في لبي لن أذكر اسمه أساساً يعني هو ما هيعرف عني بس لن أذكر اسمه أخلاقياً كما قلنا يعني همش الأخلاق بها الحياتة شو عند الواحد الله الأخلاق بها الحياة بالحياة بعث لي رسالة إلكترونية أنه أنا كاتب إعلاني بريطاني أجيدو وكذا وأسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات ومحطات العمل المميزة قلت تمام خليني يعني أسلم الشغل وهذه أنا غلطة مني أنا كالليزم جربوا بما أنهم لم يعطيني سابقة أعمال بحجة أنه أضعها في عصار في لابتو كانت مجازة في الفلبين ويعني ألف ليلة وليلة فيلم هندي فعندما جاء العمل يونس منه أمر مريع شنيع فضيع فأنا هون كيف بدي سلمه للزبون هك شي واقترب وقت التسليم فأنا بنفسي وقت ذلك كتبته وأذكر وردت فعل زبون ما هذا يا إلهي ما هذا النص المذهل أكيد شكرا لأنك جيبت شخص ناطق باللغة الأم كده طيب أنا هوني مش عالف بدي أقول له أنه لا أنه هيدا مش شخص الأم الشخص الأم اللي أنت كنت ظنين أنه يكون هو على رأس هذا العمل فشلنا وبين أنه قل له أنا فأطبقته فمي يعني وقت ذاك يعني ما شو بدي يحكي الواحد يعني يعني بذكر ثلاث ساعة خمسة الصبح أم خلص له الشغل بس حتى سلموا على الوقت يعني أخذ بني وقت منيح الشغل ما في لكن لا ذكاء إصطناعي ما في لكن لا ذكاء طبيعي والحمد لله يعني في عندنا ذكاء طبيعي يعني لا شك يعني استخدمنا أذكر بس هيك أنا بهاي كمان ممكن يستفيلوا منها المستمعين الأحبة من الكتبة باللغة الإنجليزية يعني حتى خلي النص يكون يعني يضغب يعني بحس الواحد يعني بحس القاهرة أنه هو مكتوب من شخص بريطاني وليس شخص أمريكي فلجأت إلى أنثلة بريطانية حصها يعني في بريطانيا تطلق يعني هناك خصوصية في هذا الموضوع يعني اللغة الإنجليزية في كلمات مثلا ممكن بريطانيا يكتبوها بطريقة معينة بأمريكا بطريقة أخرى على سبيل المثال كلمة كولر اللون لكن الخصوصية الأمثلة التي يعني في الحياة اليومية عند المواطن الأمريكي والبريطاني أو الأسترالي أو الكندي هنا تختلف يعني هنا تشعر وتحس أنه لما بتقرأ النص أنه هيدا النص مكتوب من شخص بريطاني أو فالجهة المستهدفة هي أكثر بريطانيين من الجالية البريطانية مثلا هذا عم يحكي بالعالم العربي لأنه في الوقت الشرق المثال صحيح فنعم نحن حديثنا أنا بحس أنا وييك يطول ويطول ويطول الآن لكن الساعة عندي الساعة الثانية عشرة بعد من تصف الليل وغدا لدي عمل في باكر الصباح نحن لازم يكون في بيناتنا العديد من الحوارات في المستقبل دائما في اشياء أنا وييك يعني أنا هيدا ثاني لقاء بيناتنا هو من أحب اللقاءات على قلبي أخذيك رب شرفتني يعني أنا في أشياء من أجمل اللقاءات صراحة مفيد أو ممتعة وحوار ممتع وأنت شخص جميل جدا أخي يونس وأنت أجمل بارك الله فيك والحديث لا يمل معك بالفعل شكرا أستاذ منور أنا في النهاية بس بدي هيك يعني عندي مفاجأة لألك ولمستمعين أنا اليوم فقط أطلقت كورس أونلاين الأول لي في كتابة الإعلانات اسمه كتابة الإعلانات من الألف إلى الياء ويضم أصارت خبرتي التي تمتد لأكثر من 20 سنة في مجال الكتابة الإعلانية في العالم العربي وهو موجود على منصة بيهب ومنصة أخرى اسمها لحظة لأنه اليوم نزلتون بس ثانية تشوف هيدا اسمها ثينكفك ثينكفك فالأخوة اللي عندهم بايبال فيهم يستعملوا ثينكفك والأخوة اللي ما عندهم بايبال أو وسائل دفع الإلكترونية فيهم يستعملوا بيهب بايب ولمستمعينك سيكون هناك كوبون خاص أعطيكي بعد الحلقة لضيفه للشيف المدونة للشيف البودكاست ولكمان مجتمع رديف الذي أطلقته وهو مجتمع كمان جميل جدا كمؤسسه كمؤسسه سيكون هناك كمان كود خاص لألون حسم إضافة أكثر من المستمعين الله يخليك يا رب الله يجزاك كل خير يا رب شكرا جزيلا أخي يونس حوار جميل كالعادة العافو إذن شكرا لكم لحسن الإسراء والإستماع نبقاكم إن شاء الله في الحلقة المقدمة السلام